موسيقى سمعكم أرهد الجبال الشامخة بين الأطلس الكبير والصغير بإقليم تلوداند كين واحد السر كين واحد الكنز مخفي القرون طويلة هو عبارة عن واحد طروة من الفضة ولكن اليوم هالطروة هذي وهالكنزة ده مبقاش مخفي مبقاش غير مجرد واحد الحجر بل تحول واحد القاطرة حقيقية للتنمية اللي غتغير حياة الساكنة دي المنطقة كاملة هذي قصة من جمز زغندر واحد من أقدم وأهم مناجم الفضة في القارة الإفريقية هذا المنجم كان لعقود مجرد واقع تاريخي اليوم اصبح واحد محلق اقتصادي بفضل واحد شراكة قوية بين الشركة اللي كتستغله والمكتب الوطني للهيدروكاربوناتو والمعادن بفضل التحديثات الكبيرة والعماليات التكنولوجية المتطورة صباح من جمز زغندر اليوم كينتج الفضة بمعايير عالمية وكيساهم بشكل كبير في إيرادات البلاد ديالنا نبدأوا عندي جوج مراحل عندي أولا من جمز زغندر خاصة نعطيه عليه أرقام ونشوفه التأثيرات دياله على المنطقة وعلى الإنسان في هذيك البلاد أولا نمشيو الأرقام والإنجازات من جمز زغندر تتقدر بأكتر من سبعين مليون أنصة هذا الرقم كيضع المنجم كيوضعوه في واحد المصاف ديال أكبر منتجين في الضاع على المستوى العالمي شهد هذا المنجم قفزة نوعية في الإنتاج دياله واحد الإنتاج متزيد من عام 2023 وصل إجمال إنتاج للمنجم حوالي جوج لمليون أنصة ومن المتوقع باش يوصل الإنتاج دياله أكتر من سبعة ملايين أنصة بعد التوسعة يعني أكتر من ثلاثة ديال الأضعاف الإنتاج الحالي أصبح هذي قدرة ديال المنجم قدرة ديال المعالجة هائلة يعني 2700 طن يومياً رمشي سهلة من معالجة الخام يعني كانوا وقت غير 700 طن يومياً وهناك يباني الحجم ديال العمليات تقنيات المستعملة في هذا دسميته يعني واحد ديقة تكنولوجيا من الطراز العالمي المنجم كي يعتمد على يعني التعدين تحت الأرض يعني يجبدو من الغيران من تحت الأرض تستخرجوا الخام بأحدث آليات والحفالات الطريقة كتسمع باش كتسمع باش تستخرج الخام في مناطق عميقة وبذيقة وكفاءة يعني بالتكنولوجيا وبالآلات الحديثة وبعمالة مهرة وعندهم تجربة في هذا النوع ديال المناجم بعد الاستخراج الخام تتدوز المعالجة الهيدروميتالوروجية كيتنقل واحدة المعالجة التي تعتمد على تقنية حديثة الاستخراج للفضة هالتقنيات أولاً كيتبدوها بالطحن والتفتيت يعني ذاك الكونكاسور كيتهرس يتتحن بالبروايور يتمس حق الخام واحدة لحبيبات صغيرة جداً من بعد تدرولي التعويب لفلوتاسيون كيتستعمل التقنية كي تفصل حبيبات الفضة على المعادن الأخرى باستخدام مواد كيميائي خاصة كيتطريقة سيانيداسيون كي يستعمل واحد محلول السيانيد المخفف كي تدبه الفضة وهي عملية دقيقة كي تطلب شوية الرقبة والصرامة من بعد استخلاص الفضة وكي توقع الإنصهار بعد استخلاص الفضة كي تدر في سبائك نقية وكي تصدير كي يستعمل الطاقات المتجددة لا يوجد الكهرباء لا يوجد الكهرباء لا يوجد بيعات الكربون هذا الشي اللي قلنا غيره باش نعطي معلوماتنا القصة الأهم عندي ماشي في أرقام الإنتاج أو لا في الطرق لا بغينا نرجع عليه هنرجع عليه أنا القصة الحقيقية هنا كينة بين الناس اللي ساكنين في المنطقة بحكم أنا لمنجم ماشي غير فقط يعني واحد لماكان دي الاستخراج لمادن هو مشتروع تنموي استثمار دي الأساسي استثمار دي الأساسي هو الإنسان اللي ساكنتما شنو هي المبادرات اللي درتها الشركة باش تحسن جودة الحياة الساكنة المحلية لمنجم صراحة يعني في الواقع وفي المئات مناصب الشغل لأبناء المنطقة فرص الشغل اللي كيتسنها أي واحد وهنا وقعت واحد اللي هي جرى العكسية بعد مما كان أبناء المنطقة كيعانوا من البيطالة وتيمشي والمدون وتيخدمو حيرف بسيطة وتيخدمو في المنطقة ديالهم بأجور محترمة يعني هاتشي أعطاهم أمال في المستقبل أفضل الشركة ساهمت في تحسين الطرق والبنيات التحتية المؤدية للمنجم ودائما الآلات ديالهم يعني في إشارة يعني الدواوير المجاورة أو المنطقة كاملة يعني مرافق مهمة وفي النقل المدرسي بناء المدارس مراكز صحي يعني كيعاونوا السكينة يوميا في عدة مبادرات كي المبادرات اللي كتستهدف حتى تدعم مشاريع اجتماعية الأنشطة الزراعية مشاريع يعني تمكين المرأة المحلية محل أمية فتح طرق توفير تكوين والخبرة للشباب وهذا هو أهم من تكوين بجودة عالية وبالنورم انترنسيونال يعني لأنه الشركة كنادية اللي باش تعطي الخبرة للشباب باش يقدروا يوكبوا متطلبات سوق الشغل وهذا الشيء كيف يفرح وهذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة يعني باش يعني باش تربح الشركة احنا معها ولكن تربح مع المنطقة اللي كتستخرج من هات الطروات يعني كتستطمر في إنسان اللي تعيش فوق هذيك الأرض وهذا هو الأهم هنا هدرنا على منجم الزجوندر يعني ككنز مدفون هدرنا على الفضة على ملايين ذي الدولارات وعلى الأرقام الكبيرة اللي تتدير ولكن اليوم غادي نسوا هذي الأرقام كاملة ونجيو نضروع على الكنز الحقيقي دي المنطقة كما قلناه هو الإنسان اللي غادي تشوفوا كيفاش هذي المنجم ما بقاش غير حفرة في الجبال اللي كنا عقلنا عنها وحجر بل ولا تقاطرة غيرات وجه المنطقة كاملة وحسنات من جودة الناس أول حاجة دي المنجم يعني أرجع الأمال للشباب كما قلنا قبل كان الشباب دير المنطقة عنده حل واحد يهاجر يبقى فدرهم بلا خدمة ويخدم أنشطة موسمية الشباب والتي يخدم في بلاده في منطقته المنجم ما وفرش غير منصب شغل ووفر كرامة استقرار أمل في المستقبل شركة ما جابتش عمال من بلايس خورين لا يعني كينين كفاءات من بلايس خورين ولكن استطمرات في أبناء المنطقة عندهم الأولوية دارت لهم تكوين تقنية عالية علمتهم كيفاش يخدموا بآلات حديثة مهارات ما كانوش يحلموا بها المنجم ما قصرش في حق النيساتهما كين نيسا ما عمرني واحد الوقت نشتشوف نيسا ديلة ما يخدموا في المنجم دبكين العديد من مبادرات وحتى اللي مخدمش في المنجم يعني العمال والعدد الكبير ذي العمال والذي الناقل خلق ممكن خلق مقاولات صغيرة لتغفير خدمات أو سلع لهذا الناس أو أي حاجة اللي كتبغيها هذا اسمته والناس خدمين سواء في الإدارة في المختبرات خدموا في الدعم هاتش يعطاهم استقلالية مدية ومكانة جماعية ما كانش في ذاك المناطق لأنه بعيدة على المركز وعلى مدون كما قلنا المغرب أمنا فيه هاتش يعني أن الزغندر ماشي غير يخرج المعدن بل يصنع طاقات وكفاءات جديدة اللي غد يتخذ المنطقة في المستقبل الشركة فهمت أن التنمية ماشي غير في الفلوس كما قلنا في جودة حياة الناس في هذه المنطقة هذه كانت طرق صعيبة كانت في هذه المنطقة معزولة على العالم صراحة بفضل منجموا الناس عندهم طرق مزيانة كتسهل عليهم التنقل إنو كين استثمارات يعني بالزربة دباء كتوصل إلى مراكش ولا ترو دانت ولو باقي مشاكل باقي مشاكل ولكن الحوار ديما نفتوح مع الساكنة المجاورة ومبادرات باش تدعمهم الشركة خصوصا في الماء الصالح للشورم يعني ولدت واحدة شركة حقيقية اللي كتربح معها الساكنة دورة اقتصادية كاملة العمال اللي عندهم أجرتها بتكسرف فلوسهم في نفس القارية في الخدمات في البناء اللي عاون نحط العمران يعني الحوان تخدامين للناس العمال دي البناء كل شي خدام يعني هاتش يعني ممكن إنسان يدير التمشاريع الصغيرة حتى الموردين محليين سواء فلاحين يعني في الخضار اللي عندك تتبيعة يعني تستفدون من هات الدينامية هذه اللي خلقها المنجم والعمال اللي كين ينتمها في الكرة ما كانش واحد الوقت الكرة في هاد المنطقة ده يعني ممكن إنسان الناس يقلبوا على الكرة وهذا تي خلق واحد دورة اقتصادية في المنطقة تيتخلق واحد دورة اقتصاد محل قوي ممكن ترجع ورشات صغيرة اللي كتخدم المنجم الزقندر خير المثال أن الطروات الطبيعية دينا ممكن لها تكون مفتاح التنمية في كل مناطق المغرب وهاتشي كي يحتاج شراكات يعني مسؤولة ووعي بالدورة الاجتماعية واستثمار في الإنسان الزقندر ماشي غير قصة يعني هكوك قصة فريدة صراحة من نوعها هي قصة ممكن لها تتعاود في كل مرة في كل مكان الطروة مدفونة والناس محتاجين اللي يعطيهم فرصة سبق لنا هضرنا على واحد فيديو آخر على التاريخ ذي المنجم عجباتكم من قصة ذي الزقندر ممكن نعودها بزرد المرات لأنه كاتهمني أولا كاتهمني كإبن المنطقة وكاتهمني كإبن الجبل وإبن منطقة يعني من المغرب كما نقوله الغير النافع وكما هدل هضرنا موقع الشخص يكون مغرب نافع في أي منطقة في أي نقطة في بلدنا طبيعة الحال كين لي ما يتفقش مع الكلام وغيقول لي الله والأمور فيها مشاكل نعم المشاكل كينين ولكن أنا تبني دائما يعني النقاط البيضاء النقاط السوداء كينين في أي مجال وكين تحدية دائما أنت خيبان وليك نعم نقاط سوداء بزف أنا بانو لي بيضين بزف وهذا هو سيء ولكن مع ذلك أنت نتقبل الحوار ونتقبل الناس اللي غينتقدوا هذا الكلام هذا ممكن في التعليق وإحنا الناس للحوار ممكن نديرو حلقة أخرى ونعودو على المشاكل اللي كان في المنطقة ممكن أنتم تقولوا في التعليق أنا شوفت حويش زوينين عندي أمل وأنتم منحكم تشوفوا حويش خورين تمنقكم في الفيديو وأنتم تتنعموا بصحة والسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته